أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة واللي ضفنا فيها الأستاذ الدكتور كريم فوزي أستاذ طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب جامعة القاهرة وبدأنا الحوار في الجزء الأول عن مخاطر تسوس الأسنان وعرفنا من الدكتور كريم أنه المسألة مش مسألة عادية لكن ليها أبعاد كبيرة جدا وعشان كده لازم فيه اهتمام بعلاج تسوس الأسنان عايزين نعرف دلوقتي يا دكتور كريم أولا طرق الوقاية الفعالة اللي هي بخلاف غسيل الأسنان بالفرشة ثانيا الجوانب السلبية لإهمال العلاج يعني عادة على فكرة ودي حاجة في العالم كله يبدو أنها حاجة إنسانية أن الناس لما بتبتدي تستشعر المخاطر بتبتدي تستشعر أهمية العلاج وده طبعا يعني حاجة يبدو أنها حاجة يعني نفسية يعني فعايزين برضو نعرف الناس بتفتكر أن التسوس هو مجرد إحساس بالألم أو ما إلى ذلك لكن أكيد لها جوانب تانية أحب أن أعرفها مع حضرتك يبقى نبدأ بالوقاية ثم يعني نذهب إلى الجوانب بقى السلبية لإهمال علاج أمراض اللثة أو أمراض الأسنان بشكل عام الوقاية زي ما قلنا هنبتدي الأول لازم بتقليل السكريات أيوة دي أهم حاجة دي أهم حاجة ونأخذ بالنا أن فيه أغذية صحية فيها سكريات يعني العسل العسل فيه شفاء للناس بس فيه سكر فلازم الواحد يبقى معتدل في استخدام الأشياء زي العسل زي الفكهة فيها سكر ويخسل أسنانه بعد الوجبات بالفرشة والمعجوم يعني المثالي أن احنا نخسل بعد كل وجبة بعد كل وجبة وقبل النوم مهم جدا 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 ما ندخلش أبدا فيه ناس بيعملوا العكس يا دكتور كاري يعني بيخسلوا أسنانهم في بداية اليوم وليس في نهايته لا هي أخطر واحدة هي نهاية اليوم نهاية اليوم ما تفوتش أبدا أيوان ليه لأن حياتك بيدخل بعد كده ينام 8 ساعات لو دخل نام 8 ساعات وفيه شيء ملتصق سكري بالسن فهو بيسيب 8 ساعات المشكلة براحتها خالص ده اللسان بيتحرك ولا بيشرب شيء ولا أي حاجة فالبكتيريا عندها حرية تامة إنها تبتدي زي ما قلنا تعمل الأحماض الأحماض والدوب المينة وتبتدي حياتك أشارت الموضوع ألم الأسنان هي نقطة مهمة جدا أن التساوس في مراحله الأولية والمتوسطة ممكن يبقاش فيه ألم لا يسبب الألم لا يسبب الألم وما يسببش الألم إلا ما يكون وصل لغاية العصب وساعتها بتبقى المشكلة كبيرة جدا ماديا وكمان في الحفاظ على الدرس هل هو هيعمل لك عصب ولا حيدخلها عشان كده احنا بننصح دايما غير في الوقاية برضو إنك لازم تكشف بالكتير كل سنة ويا ريت كل ستة شهر عند دكتور الأسنان لأنه حيارة تساوس أنت لا ترى ولا تشعر به وطبعا بننصح إنه على طول اللي بقى في البيت بنرايب أسناننا في المراي نبص في المراي ونبص على أسناننا ونشوف فيه فالوقاية فعالة جدا وبقى الكتاني وفعالة مش بس طبيا فعالة ماديا بتوفر للأسر ماديات كبيرة جدا هم في الظروف العالمية الحالية العالم كله بيوفر في كل شيء فإزاي تبقى حاجة بتفيدني في صحتي وبتوفر لي فلوس ما بقاش مدركها وما بقاش بعملها صحيح من نسبة للأسار المترتبة على تساوس الأسنان هي أسار كبيرة جدا أولا لو التساوس وصل لخلع الأسنان فإنت فيه مشكلة حقيقية في المضغ إذا لم يعود هذا الدرس ومشكلة المضغ دي هتؤثر على الهضم طبعا كأقل حاجة فيه برضو أبحاث كانت على فكرة إن دلوقتي فيه حاجة اسمها بمعنى عدد السنين التي فقدت بالنسبة للمرض يعني الأرقام العالمية بتقول إن فيه ثلاثة ونص بليون بني أدم تساوس الأسنان مصبي في العالم كله من السكان العالم فقدوا خمستاشر مليون ساعة من أعمارهم في الشكل ده صحيح بمعنى إن أنا بروح للدكتور أو أنا موجوع أو أنا سبت شغلي أو أنا مقدرت يروح المدرسة أو أنا حتى قاعد في البيت مش عارف أذاكر مش عارف أنام كل دي أوقات راحت من حياتي صحيح يجب الحفاظ عليها نقطة مهمة برضو إن الموضوع ليه تأثير على الشكل فبيأثر في ثقة الإنسان في نفسه بيأثر في فرصه إنه يعمل لأن إحنا في عصر وحضراتكم طبعا أكتر ناس مدركين لهذا الموضوع بحكم طبعا العمل بتاع حضراتكم في الانطباعات الأولية مهمة جدا في الشكل شيء جوهري في التعرف على الإنسان في مظهره ففي عدد كبير بيشتكوا من إنه هو بيأثر عليهم في انتروفيوهات الشغل تمام والحقيقة إنه مش بس في الشغل ده هو بشكل مبدئي في العلاقات الإنسانية يعني فكرة إنه طلاب الجامعات وحتى بعد ما نهوا دراساتهم الجامعية وبدأوا العمل فكرة إنه إنه ممكن يبقى فيه شاب مثلا بيتقرب من بنت علشان يتزوجها أو ما يعني أو كده وهو تاخد انطباع على طول إنه هو يعني مهمل في صحته ومهمل في شكله ومهمل في كذا من جراء عدم اعتناء وبأسنانه يعني فهيبقى كده عندنا تأثيرات مادية أو تأثيرات اقتصادية وتأثيرات نفسية والتأثيرات الاقتصادية بقى هنا بتوسع شمال يعني أكتر من على المستوى الشخصي إلى المستوى الدولة لأن بتنتر الدولة في الحالات دي تستورد مواد كتير جدا بالعملة الصعبة لعلاج الأسنان لأن المواد كلها جاي من الخارج وفي آخر وفي آخر إحصائيات كانت البتايل لأم المتحدة كان سنة 21 مصارفنا في المستهل في الحاجات الطبية المستوردة لمصر تقريبا 2.7 من 10 أو لا 2700 مليون دولار فلو حيثك حطيت الرقم ده دخلنا في 3 مليار دولار بالشكل ده تقريبا 3 مليار فده رقم ممكن تقليله بحملة أو بتوعية للناس على أن الخطر عليك قبل ما يبقى علي وعلينا كلنا نيجي النقطة مهمة جدا وهي تأثير أمراض اللسة مش بس التساوس الأسنان على الصحة العامة لأن اللسة هو بواب الدخول البكتيريا على الجسم فلو فيه الاولاد لسا فيه ارتباط وثيق بين التهابات اللسة وأمراض القلب وأمراض الكلا ومراض سكري لدرجة أن لو فيه التهابات في اللسة ممكن دواء السكري ما يجيبش النتيجة اللي يجيبها من غير التهابات اللسة يعني في أبحاث كتير ورد إنك بعلاجك لأمراض اللسة كأنك زودت دواء آخر على علاج كأن زودت فاعلية دوا السكري كأنه كدته دواء تاني كأنه بياخد دويين ده حاجة ويسة جدا حاجة وحاجة بالنسبة المصابين بمرض السكر عالية جدا عالية جدا فهو موضوع كله مترابط ببعضه وبيأثر بشكل كبير جدا على البني آدم وعلى صحته وعلى المحيطين به وهنا برضو بيبقى في المسؤولية الأسرية أنت بمرضك فأنت بتبقى مش بس حملة على نفسك أنت بتبقى حملة على الأسرة كلها صحيح وألام الأسنان تحديدا يعني يضرب بها المسأل الألام مبرحة والدراسات بتقول أنها تاني أقوى ألام بعد الولادة عند السيدات فهنا الموضوع لو بصينا عليه بالمجمل كده حنلاقي إنه مشكلة كبيرة لكن حلولها في إيدينا بالكامل بالضبط بزي ما حضرتك كنا منتكلم بالتوعية وبإني أفهم إن مسؤوليتي الشخصية على نفسي ما حدش هيشلها لي أيوة بالضبط فدي نقطة مهمة جدا في التأثيرات بتاعتنا طيب أمراض اللاثة أشهرها إيه يا دكتور كريم يعني عشان الناس برضو تبقى فهمة يعني وسائل منعها يعني إيه أشهر أنواع أمراض اللاثة أمراض اللاثة بتبقى التهابات في اللاثة وإذا تطورت بتبقى التهابات أكلت العظم وبتعمل ما نسميه الجيوب ودي بتبقى فقد العظم ورجوعه من أصعب ما يمكن فبتخلق أماكن البكتيريا تقدر تتحوش فيها وتكمل تدمير للأنسجة المحيطة بالأسنان وبالتالي الأمراض دي في أولها ممكن الوقاية منها لأن البكتيريا بغسيل الأسنان عمرها ما حتى وصلناها تعمل للتهاب وإن أنا بروح زي ما قلنا للدكتور بتاعي كل ستة شهر لسنة أتابع ويعمل لي مرة تنظيف بتاعي فبالشكل ده ما وصلتش لكده لكن إذا حدثت فهي أصعب بكتير من علاج التساوس التساوس في علاجه عشان برضو نبسطه للناس عشان إحنا بقيت الجسم ويتعليكش كده هو إن إحنا بنقطع جزء المصاب وبنعوضه بمادة صناعية فهي برضو كتبسيط هي عاملة زي ما يكون عندك أي جزء مصاب في جسمك وبتقطع وتحط مادة صناعية مهما كانت المادة الصناعية شكل الجزء المصاب فهي عمرها ما هتبقى بنفس القوة أو بنفس القدرة فعشان كده مهما إحنا عالجنا إحنا رجعنا جزئيا ما فقط حتى لو رجعناه شكليا أو حجما لكن عمره ما بيبقى بنفس القوة اللي كان فيه عشان كده الوقاية في مجال الأسنان هو شيء مهم جدا ويجب إن نبتدي دلوقتي بتطورنا في المجالات المختلفة إن ناخده على محمل الجد لتأثيراته الواسعة على الجسم كله زي ما قلنا كما هو على النفسية وعلى الحالة اقتصادية تمام دكتور كريم أكيد عندنا بقى بعض الأسئلة دي هتكون يعني في القسم الثالث من حلقتنا برضو بتدور في أدهان الناس كلها وفي كل الأعمار خاصة بالأطفال خاصة بالمراهقين خاصة بالزوجات خلال الحمل كبار السن وما إلى ذلك علشان كده أسمح لي إن احنا نطلع الفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضرتك يحكى أنه مازال متواصل وأظن إن إحنا يعني سمعنا كلام النهاردة الحقيقة أنا شايف إنه كلام عظيم جدا جدا يعني وحديث قوي وأهم ما فيه إن الحكاية كلها في ملعبنا زي ما بيقولوا يعني إحنا اللي نملك يعني السؤال والجواب إحنا اللي في إيدينا ممكن نصنع المشكلة وممكن نحلها اشتركوا في القناة